تحل اليوم الذكرى الرابع على وفاة الفنانة هند رستوم والتي تعد احدى ابرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية التقرير التالي يلقي ضوء على مراحل الفنانة الكبيرة الراحلة اربعة اعوام من غياب هند رستوم عن عالمنا لم تنسي الملايين من محب فنها ما قدمته طوال ثلاثين عاما هي عمر مسيرتها الفنية فما زال الجامع يتذكرها كرمز الاغراء في تاريخ السينما المصرية ولدت هند رستوم بالاسكندرية في 12 نوفمبر عام 1929 لعائلة من اصول تركية مصرية وفي عام 1946 انتقلت للقاهرة مع والدتها لتبدأ في العام التالي مسيرتها الفنية بظهور ككمبارس في فيلم ازهار واشواك ثم فيلم غزل البنات واستمرت بعد ذلك في تقديم الادوار الصغيرة حتى التقت بالمخرق حسن رضا الذي تزوجها لاحقا وبدأت رحلة النجومية في السينما وفي خمسينيات القرن العشرين اشتهرت هند رستوم بادوار الاغراء خاصة افلام ابن حميدو وسراع فنيل وعرفت بالقاب عدة منها ملكة الاغراء ومارلي مونرو الشرق الا انها غيرت من هويتها في باب الحديد وشفيق القبطية واستمرت بعيدة عن الاضواء بثثناء بعض اللقاءات الاعلامية وتضمنت قائمة افضل مئة فيلم مصري في القرن العشرين اربعة افلام لهند رستوم تعد من كلاسيكيات السينما العربية وهي رد قلبي وباب الحديد وبين السمو والارض وسراع فنيل ونال التكريم مهرجان القاهرة السينمائي دولي عام 1993 وفي مثل هذا اليوم الثامن من اغسطس عام 2011 توفيت ملكة الاغراء هند رستوم بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها اكثر من سبعين فيلما من اهم ما انتجته السينما المصرية اشتركوا في القناة